موسيقى نشرت ظهر للأخبار من القناة الوطنية الأولى أهلا بكم مشاهدين والبداية بالعنوين اليوم انتهاء المهلة التي أقرى رئيس الجمهورية للأحزاب والإتلافات والكتاة الأنيابية لتقديم اقتراحتها بشأن الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة القادمة المصادقة على مشروعي قانونين في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تميل مشروع لسد إتاسا وخلات بالكاف وباجا وتتالي أدعوات الدولية والعربية لإنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر لحد القادم بهدف التوصل إلى حل سياسي يجنب اللجوء إلى أي تدخل أجنبي أهلا بكم مشاهدين من جديد تنتهي اليوم المهلة التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتلقي اقتراحات الأحزاب والإتلافات والكتاة الأنيابية بخصوص الأسماء التي يرون أنها الأقدر لتشكيل الحكومة على أن يجري رئيس الجمهورية لاحقا وفي غضون اليومين المقبلين مشاورات مع ممثلي هذه الأحزاب والكتاة للاتفاق على اسم الشخصية التي سيتم تكلفها رسميا لتشكيل الحكومة على أن يكون ذلك قبل يوم العشرين من الشهر الجاري أي يوم الاثنين المقبل على أقصى تقدير وفقا لما ينص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور ويتداول في كواليس الأحزاب عدد من الأسماء المرشحة في انتظار أن يعلن عنها بصفة رسمية في الشأن البرلماني صادق مجلس ونواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا مبرم في مارس 19 و2000 واتفاقية قرض مبرمة في التاريخ ذاته بين الصندوق الوداع والقروض الإيطالي والبنك المركزي التونسي ويواصل نواب الشعب في جلسة اليوم النظر في جملة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم والمخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية تمات المصدقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا واتفاقية قرض بين صندوق الوداع والقروض الإيطالي والبنك المركزي التونسي ويخص هذان المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقيمة جملية تقدر بـ 50 مليون أورو أي حوالي 165.8 مليون دينار موزع بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 15 مليون أورو وزير المالي ريداشا الغوم أوضح في مدخلتي أن هذا القرض الذي يندرج في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي موجه لدعم القطاعات الحساسة كما تطرق وزير المالي لمسألة نسبة المديونية نتيج النهائية لسنة 2019 وينسجلنا انخفاض في نسبة المديونية من 77.9% إلى 72.7% وهذه أول مرة يكون ثم منحة جديد منحة انخفاض لنسبة المديونية وهذا يطلب مننا مواصلة المجهود هذا كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 من جنف 19 و2000 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسا وخلد يهدف هذا المشروع إلى تنظيم مياه وادي 6 وخلد تاسا وخلد وهما رافدان لوادي مجرد من خلال إنشاء سد تاسا في ولاية الكاف وسد خلاد في ولاية باجا مشروع قانون تفاعل معه النواب وشكل فرصة لطرح بعض المشاكل الخاصة بالموارد المائية التي تواجه الفلاحة فلاح في الشمال الغربي ضعيف الفلاح في الكاف ضعيف يريده سدا ولكن يريده إمكانيات أخرى إذا فيها من أجل الاستثمار في هذا السد سيد الوزير مهم لأننا نحن نعانو في ولاية الكاف من إحضار ثرواتنا الطبيعية والفلاحية ما نماشي في الواديين والكاف عطشانا قام نحن نماشي في قنوات تصريف الصحي ونحن جواعة تنمية ولكن لا نرى أن الحل الوحيد هو التوجه للاقتراض وإذلال البلاد والشعب التونسي ثم في مقابل ما هو مقابل إصداء هذه القروض نحتات من مثل هذه القوانين ومثل هذه القروض وهناك بوادر لتجاوز ولحل هذا الإشكال بأن لجهة المالية صلبة من السلواء والشعب ستراقب مآل هذه القروض ويتوصل النظر خلال الجلسة العامة في ثلاثة مشاريع قوانين أخرى ذات سبغة اقتصادية مثل المعرض الذي نظمته الغرفة الجهوية لمهندسي الفضاء الداخلي في الذكرى العاشرة لتأسيسها فرصة لكافة مهنية القطاع لإبراز مهاراتهم وإبداعتهم في هذا المجال والسعي للترويجي لها احتفال الغرفة الجهوية لمهندسي الفضاء الداخلي باسفاقص تميز بمعرض أنيق وفريد من نوعه شكلا ومضمنا أتاح للميهنين وغيرهم ملمسة القدرة الإبداعية لمهندسي الفضاء الداخلي في تونس وتأسيس طريق سريعة ومفتوحة للترويجي لها والتواصل الميهني حاولنا نخلق اللحمة واللي مش صاحب خدمتك عدوك صاحب خدمتك هو صاحبك وهذا اللي قاعد صير تاويكا وهكما تشوفوا تاويكا في الامبيانس وحقه وبيناتنا حبيباتنا الكل مائة وعشرين مهندسا يحتفلون بطريقتهم احتفال فيه مصافحة لأحدث التصميم وتطلع لأسواق جديدة المادة التونسية الخام ذات زودة ويفترض أن يكون الإقواليون مطلعين عليها نحن مهندسون الفضاء الداخلي نسعى إلى إرضاء حرفائنا وإذا تحصلنا على موات خام وتجهيزات من تونس سيمثل ذلك تبادلا جيدا بين البلدي لدينا عمل متشابه نسبيا على مستوى الدراسات كما أننا نتوجه إلى نفس القطاعات الخاص وكذلك الفندقة وبالتالي فإن ميهننا متشابهة على الضفة الأخرى من المتوسط هو احتفاء بالفن حين يرتقي لمهارة وأذواق تستجيب لها المواد والألات ولا غنى للبيوت عن بصمة المهندس المبتكر الذي يجعل الفضاء الداخلية جميلا ويحلو فيه المقام بهدف تيسير إدماج مختلف فئات طالبي الشغل في الحياة المهنية تم إمضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي المتوسطي في إطار مبادرة روابت هذا مقطع من شارك فيديو يوضح البرامج النشطة للتشغيل التي يمكن لطالبي الشغل من ذوي الإعاقة خاصة منهم فقدي السمع النفاذ إليها هي تجربة أولى سيتم إدراجها بموقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل انجزت بالشاركة مع المركز التونسي المتوسطي في إطار مبادرة روابت تم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية ترجمة البرامج الوكالة باللغة الإشارة وبتقنية سوتي تخاج وكي تكون بالنرم جدد لأكسيسيبيلتي لذلك تتشوفون بعد في الفيديو على الأخير أما بشيكون عنده لتياهر في الأخير وهذا من حاجات الهيم مع الأخر التي تسمح لنافذ المعلومة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السماعية خلال هذا اللقاء تم إمضاء اتفاقية شاركة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونس المتوسطي بهدف إعداد فيديوهات مدمجة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتلاع على البرامج التشغيلية الانق دي سيني بيش تكون موجودة البروسبيكتوس متعلنتي الكل انسيت انجاجي بش نعودوهم وبش يكون فيهم لبراي بش حكاك زادة لنسيطوات الاندكاب بش معاتش زادة ينجموا يقعدوا واحلين ويقتلي عنا برامج متع تشغيل عنا تكوين في مخص التشغيلية في مخص الانترابرنوريا ويبدأوا معندهم مش المعلومة بسيطة الانتفاقية مهمة يجب أن تكون موجودة خطر بك يساعد أن تكون فهمت ديمومة في العمل يعني بسيطة الانتفاقية ويجب أن تكون عندي أنه مضمون كل فيديو يهبط تكون فيه لغة إشارات يمي حاجة بها وتهم خطر إذاً ديمومة تكون موجودة في كل فيديو تتخيز أمبورطان ويكون أي إنسان تومتطمن أي شخص يهبط ويكون متطمن وعرف أنه أي حاجة مش تهبط هذه الشركة ستمكن من تطوير مهارات عشرين شخصاً من مستشارية تشغيل لتوفير الظروف الملائمة لباحثي الشغل من ذوي الإعاقة من الولوج إلى مكتب التشغيل لتحقيق طلبهم سبب تأخر الانتهاء من أشغال تهيئة السوق البلدية بتطوين وتوصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي وما يرافقه من احتلال الأرصفة والشوارع من قبل البعاء إزعاجاً للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية في مدينة تطوين رغم مرور حوالي العشرين شهراً على تنصيب المجلس البلدي الجديد المنتخبة تستمر حالة الفوضى وسط المدينة جراء الانتصاب العشوائي والفوضوي واحتلال الشوارع والأرصفة من قبل باعة الخضر والغلال وغيرهما وأغلقت عديد المنافذ المؤدية إلى الفضاءات المهيئة مثل سوق صناعات التقليدية قاضي علينا يا سنة الفوضى وهذا معدناش حتى كيفاش العباد باش تدخل المرشي سنة التقليدية ما دائد كيفاش تدخل مية وانتصاب فوضى وعباد تبدأ الدز ومسكرة فهمت مجهات ثلاثة انتصاب فوضوي هذا ما تهم ينحوه ما اللخر ما المرشي حضر يكبر المرشي غد السنة التقليدية ماتت ماتت خلاص السبب انتصاب فوضوي فهمتني ينصبوا قدام الحوانيت ينصبوا قدام الخاصة المرشي فهمتني السوق معانا اتهمات السوق مات مات خلاص خلاص معاش نيخدمه خلاص بقاء المدينة دون سوق مركزي منذ فترة طويلة وتواصل هذه الحالة دون تدخل حقيقي من الجهات المعنية عمقها تعطل أشغال تهيئة السوق المركزية حتى وجد الباع المنتصبون فيه سابقا أنفسهم على قريعة الطريقة في الأنهج المحاذية للسوق عجلونا منه خلاص بولداء خليودي لنا احنا ملينا حتى من الخدمة للشارع ملينا من الطرابات ملينا من المطر كان صقع متعرضين كل شيء احنا متعرضين للسرقة 2011 هاني بندرقلوه هاني بندرقلوه هاني بندرقلوه شيء ما ثم ببان مكسورة سريقات ما تحقيش وقاية ما بيحت وقاية حارو في مرشي خمسين مليون خمسين مليون يردوه مرشي المجلس البلدي بتطوين وفي رده على هذا الاشكال يشير من جهته إلى تعطل إنجاز هذه الأشغال مؤكدا العمل على إنجازها في أقرب الأجال أفدت وزارة الدفاع الوطني اليوم بأن الوحدات العسكرية العاملة برمادة قد أوقفت مساء أمس داخل المنطقة الحدودية العازلة بجنين وبعد اطلاق أعيرة نارية تحذيرية سيارة تهريب دون لوحات منجمية وعلى متنها ثلاثة مهربين تونسيين وأوضحت في بلاغ لها أنه بتفتش السيارة تم العثور على أكثر من اثنتين وثلاثين ألف علبة سجائر تفوق قيمتها المالية مائة وأربعين ألف دينار مذيفة أنه تم تسليم الأشخاص والمحجوز إلى المصالح الديوانية لإتمام الإجراءات القانونية في شأنها وقد أوقفت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بين بنجردان في نفس اليوم ببنجردان في نفس اليوم سبعة أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اججياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطنية ضمن مستجدات أخبارنا العربية ودولية وفي مسعى لحل الأزمة الليبية تتلاحق الدعوات الدولية من أجل إنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر يوم الأحد المقبل ليكون هدفه الموحد التوصل إلى حل سياسي دون لجوء إلى أي تدخل أجنبي يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا يلقي بذلاله على المواقف الدولية الرامية إلى ضرورة إنجاحه من أجل المضي قدما بحل سياسي ليبي ليبي والالتزام بالحد من أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراز نشد الأسرة الدولية تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في بيرلين الأحد المقبل ففي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حث جوتراز جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية روسية تركية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية بما في ذلك في إطار عملية بيرلين كما شدد جوتراز على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي ليبي منددا بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي وفي سياقا متصل بالدعوات الدولية ولسيام الأوروبية منها لإنجاح مؤتمد بيرلين الذي تعلق عليه آمال كبيرة عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن رغبته في اجتماع مفيد بشأن ليبيا وأكد التزام بلاده بالحد من النفوذ الخارجي وبمحاولة المصالح بين طرفين نزاع كما حث وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون من جانبه جميع الأطراف بمن فيهم الداعمون الأجانب إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية في بيرلين يوم الأحد المقبل ومع بدء العد التنازلي لانعقاد مؤتمر بيرلين ولمزيد حجد الدعم لهذا الحدث والسعي إلى تشريك كل الفرقاء الليبيين في هذا المؤتمر توجه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم إلى بنغازي شمالي شرق ليبيا من أجل إجراء مباحثات مع المشير خليف حفتر بناء على تكليف من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقال ماس في تصريحات له قبل توجهه إلى بنغازي أن مؤتمر بيرلين سيمثل الفرصة الأفضل لإيطاحة البدء في مباحثات السلام لأجل ليبيا مؤكدا أن رسالة واضحة فلا يمكن كسب هذا النزاع عسكريا بالنسبة إلى أي أحد لافت النظر إلى أن هناك نافذة تنفتح حاليا من أجل تحرير النزاع من أي نفوذ دولي وأنه يمكن بذلك تمهيد الطريق لعملية سياسية ولمفاوضات داخلية بليبيا بشأن نظام مبعد الحرب تحت رعاية المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة اندلعت ليلة البارحة احتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت رفقتها أعمال عنف وشغب أطلقت خلالها قوات الأمن اللبنانية الغازة المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات وفي خضم هذه الأحداث قالت مصادر سياسية لبنانية إن رئيس الوزراء المكلف حسن دياب يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية وقد يتم الكشف عنها خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة ليل ثاني ساخن عشاه البارحة لبنان على واقع احتجاجات شهدت صدامات وصفت بالعنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتاجين الذين تظاهروا أمام أحد المركز العسكرية في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح الموقفين على خلفية الأحداث التي وقعت أمام مصر في لبنان المركزي في الشارع الحمراء قبل يومين مواجهات أدت إلى إصابة العشرات من المحتاجين وكذلك من عناصر قوات الأمن التي أطلقت الغازة المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتاجين كما اعتقلت عددا منهم واصفتهم بمثير الشغب حيث أقدم المتظاهرون على تحتيم واجهة مصرفين في شارع مار إلياس كما تقدموا باتجاه مدخل ذكنة الحلو ورشقوا عناصر مكافحة الشغب بالحجارة التي ردت باستخدام الهيرويت والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وزيرة الداخلية في حكومة تصرف الأعمال نددت بالعنف ودعت المتظاهرين إلى التزام الطبع السلمية وبينما يلتهي بشارع اللبناني بفتيل الاحتجاجات وفي منح إيجابي لأزمة تشكيل الحكومة في لبنان قالت مصادر سياسية لبنانية اليوم إن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب يضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الحكومية وقد يتم الكشف عنها خلال الساعة الثماني والأربعين المقبلة ومن المرتقب أن يلتقي دياب اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء يوصف بالحاسم بشأن تشكيل الحكومة وتشتح لبنان موجة من الاحتجاجات السلمية في أغلبها والتي استهدفت النخبة السياسية ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة في ذل تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد في خرق واضح للهدنة الروسية التركية في إدلب بسوريا أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة وثلاثين شخصا على الأقل قتلوا في الشباكات اندلعت في هذه المحافظة شمال غرب البلاد بين القوات السورية والفصائل المقاتلة وذلك في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس تزامنت مع غارة كثيفة تمكنت القوات السورية على إثرها من السيطرة على قريتين على الأقل بالمنطقة لتصبح على بعد بضعة كيلومترات من مدينة معرة النعمان المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها وجه مجلس نواب الأمريكي لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ والتي تشمل إساءة استخدام سلطته وعرقلة أعمل الكونغرس ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة ترامب برلمانيا الثلاثة المقبلة في خطوة تاريخية وثالثة في تاريخ الولايات المتحدة أحل مجلس نواب الأمريكي بنود الاتهام الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الذي يبدأ ثلاثة المقبل في إجراءة المحاكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامسي والاربعين للولايات المتحدة من منصبه أم لا اليوم سنصنع التاريخ بتقديم لائحة بنود الاتهام بحق رئيس الولايات المتحدة من أجلس استخدمه للسلطة وعرقلة أعمال الكونغرس اليوم سنصنع التاريخ ونحرز تقدما للشعب الأمريكي تقدما مدعوم من دستورنا وتجرى هذه المحاكمة بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبيرت الذي سيؤدي لمينة دستورية الخميس المقبل رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية حيث سيحسن في مصير ترامب ليكون ثالث رئيسا يصوت ضده في مجلس الشيوخ ولم يذكر أن أسفرت أي محاكمة برلمانية عن قرار يقضي بتنحية أي رئيس إذ برأ مجلس الشيوخ كل من أندرو جونسون جراء عزه وزير الدفاع وبيلي كلينتون على خلفية قضية مونيكا لوينسكي وهو المصير ذاته المتوقع لترامب أمام مجلس غالبية أعضائه من الجمهوريين وبغض النظر عن نتيجة المحاكمة المرتقبة فإن التهم التي وجهت إلى ترامب سيكون لهنعكاس على عام السباق الرئاسي وقعت كل من الصين والولايات المتحدة المرحلة الأولى لاتفاق تجاري وصف بتاريخية من شأن أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين الاتفاق التجاري بين البلدين تسبب في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية اتفاق تجارة الصينية الأمريكي الذي وقعه أمس الرئيس الأمريكي دولاند رامب ورئيس مجلس الدولة الصينية ليوهاي يسمع صداه اليوم في سوق النفط العالمية حيث تأثرت الأسعار التي ارتفعت بعد توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين والذي يمهد لقفزة في مشترات الصين من متجة الطاقة الأمريكية يأتي ذلك وسط انخفاض مخزونة النفط في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع حيث سجلت مخزونة النفط تراجعا بـ 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجعا قدر 500 ألف برميل هذه التطورات والمؤشرات أدت إلى ارتفاع سعر خام برميل النفط بـ 0.5% ليصل سعر البرميل من خام برانت إلى 64 دولارا و30 سنة بينما صعد الخام الأمريكي إلى أكثر من 58 دولارا للبرميل تفاصيل الاتفاق التجاري بين العملاقين الاقتصاديين بموجب مرحلته الأولى يدعو الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر المتنفسين على اقتصاد العالم وتلتزم صين بموجبه بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيره من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة إضافية قدر 50 مليار دولار على مدى عامين كما تلتزم صين بوقف إجبال الشركة العالمية على نقل تكنولوجيا وعدم التلاعب بعملتها من أجل صادرات أرخص ويعتبر الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي خطوة لطي صفحة حرب تجارية بين بكين وواشنطن استمرت لنحو عام ونصف وفي أخبار أرياضة لهذه النشرة يستهل المنتخب الوطني تونسي لكرة اليد عشية اليوم مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها على أرضه بملاقة منتخب رأس الأخضر لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب تونس البلد المنظم منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر والكود ديوار الكاميرون والوطنية ليد في ليد ما يوقفنا حد أعلن اتحاد جدا سعودية تعقده مع الدولية تونسي أنيس البدريلي تدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات بعقد مدته عاما ونصف حيث تمت مرسم التوقيع في دبي بعد الجيز اللاعب لاختبارات الطبية اللازمة وكانت الهيئة المديرة للتراجي الرياضي قررت أمس منح ترخيص الخروج لأنيس البدريلي للالتحاق بفريق اتحاد جدا سعودي بعد أن رفضت ذلك في وقت سابق ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدين إليكم تذكيرا بعنوين النشرة اليوم انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الجمهورية للأحزاب والاعتلافات والكتال الأنيابية لتقديم اقتراحتها بشأن الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة القادمة المصادقة على مشروعي قانونين في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمويل مشروع لسدة تساوى خلاد بالكاف وباجا وتتالي الدعوات الدولية لإنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر لحد القادم بهدف التوصل إلى حل سياسي يجنب اللجوء إلى أي تدخل أجنبي ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا لحسن المتابع والاهتمام في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة